قلت وقت الياه مشير قلت وقت الياه مشير لم يخطئ من قال ان التاريخ يعيد نفسه مرتين مرة على شكل مأساة واخرى على شكل مهزلة وما نراه الان هو المهزلة فمن ينتظر منهم ان يكونوا اعيان وكبار القوم لم يكونوا كذلك واستحالوا طوابر غناء ورقص تمجيدا للمشير في مشهد ما زال قريبا من ذاكرة الليبيين واذهانهم فاستحال العقيد مشيرا ويبدو ان فوضى الجماهيرية لم تتغير فرحل من طغى ولكن من صنعوه لم يرحل بعد اما هنا فانت امام من يسمون انفسهم بالجيش العربي الليبي لكنهم يعلنون انهم لن يموتوا لا من اجل العروبة ولا ليبيا وانما توهب ارواحهم فداء لمشيرهم فحسب لا لاجل غيره انها ليست البوم صور لحفتر بكل المقاسات والوضعيات انها مدينة بنغازي وما تبقى منها مشاهد التمجيد والتطبيل بدأت منذ بدأ مشروع حفتر ولا جديد في ذلك فهذا دأب العساكر حتى سخر بعضهم قائلا وكأنك تتجول في حساب حفتر على الانستجرام او الفيسبوك عندما تتجول في شوارع المدن التي تخضع لسلطته وذلك حتما ما تنبأ به جورجوريل في روايته الف وتسعمائة واربعة وثمانون حيث يأخذ حفتر دور الاخى الاكبر الذي يراقب كل شيء ويلعب مسلحوه دور شرطة الفكر التي لا تترك مجالا للاختلاف والتنوع في مشهد وان بدى رائعا في صيغته الروائية الا انه في غاية البشاعة والظلم والظلام حين يتجلى في واقع الحياة